خليني أروح لشريف عثمان أيضاً الرياضي الرباع مساء الخير يا شريف مساء الخير يا شريف كذلك حضرتك الحمد لله أنا كويسة وعليك يا شريف قولي بقى رب أنا أخليك قولي كده من قلبك بصراحة النهاردة لما عرفت إنه سيد الرئيس تقلد هذه الجايزة وكلمني أنت كده من قلبك حكيلي الحكاية بصة حضرتك أنا أول ما أريد إن سيد الرئيس السلام الجايزة بتاعت اللجنة الدولية للأوليبيات الخاص الدولي عارفة لما تكوني شايفة إنه حد بيعمل حاجة وما نالش حاجة عشانها وفجأة تلاقيه نال تكريم جيد أيوة أول إحساس حسيته إنه بجد يستهلها أيوة ويستهل أكتر منها ويستهل أضعاف أضعافها إحنا تقريباً ما كناش موجودين أيوة صور تكريباً على الشاشة من وراء مع سيد الرئيس بص حضرتك الصورة دي لها قصة جميلة يحكي هاني أولاً أنا أه يعني السيدة الرئيس أنا حضرت معاه من أول حفل التنصيد تمام لمؤتمرات الشباب لحاجات كتير قوي تكرمت من سيدته وسامك ومراهما من الطابعة الأولى أربع مرات بغاية دلوقتي تقريباً أو ثلاث مرات اللي هو يعني حاجات كتير حصلت برسلتورة دي بالذات دي كان أول انطلاقة لمؤتمر الشباب تسعة يناير 2016 صحيح تسعة يناير 2016 ده أول مؤتمر كانت البداية كان في دار الأوبرا مزبوط أنا كنت واحد من الناس اللي كانوا أقفين عن المنصة على المنصة وجنب الرئيس جنب السيد الرئيس وهو كانوا عملين يحفظونا أن السيد الرئيس هيطلع أفضل يلغي كلمته وبعدين هيسلم عليكم اتفاجئنا اتفاجئنا أنه السيد الرئيس أول ما طرع على الستيج قال يا جماعة هو البروتوكول بيقول أن أنا أتكلم الأول وبعدين أتسلم على الأبطال بس أنا مش قادر أصبر لما أتكلم وبعدين أتسلم على الأبطال أنا مش هتكلم غير لما الأبطال يوقفوا كمبيه طبعاً ودي كانت دي كانت أول حاجة أول حاجة جميلة أول شعور جميل ونبيل من سيادته تجاه البراليمبيكس في الصفة قصة والرياضيين بشكل عام لأننا كنا رياضيين من الوليمبيكس والبراليمبيكس طبعاً طبعاً فرحان جداً وانوايا في جنب سيادة الرئيس طبعاً وهو بيتكلم وبيشكرنا وبيسلم علي باسمي عارف يعني رئيس الدولة أيوة لو هو أشريف ويشد على إيدك أنا عارف الإحساس الحلو ده يعني إحساس جميل إحساس جميل قد إيه فرق معك في المجتمع أنت بتتكلم على الصورة دي من 2016 قبل 2016 قبل 2016 تقريباً ما كانش فيه معاقل يعني عفواً ما كانش فيه حقوق ما كانش فيه اهتمام بيهم رئيس الدولة اهتم بيهم فبالتالي كل مؤسسات الدولة اهتمت بيهم في الوقت يبقى فيه معارض بتقام لدول احتاجات الخاصة صحيح بالوقت يبقى فيه وجود لزول احتاجات الخاصة في البرلمان اللي هو أعلى مؤسسة يمكن في الدولة بعد رئيس الجمهورية طبعاً اللي بقى فيه وجود للمعاقين في الوزرات بقى فيه وجود للمعاقين في المصالح الحكومية سأقولك على حاجة يا لسه حصلة من اسبوع أو عشرة ايام انا من عشرة ايام كده كتبت على حطيت انا كنت قاعد اصلاً في حالي ازاي قصة البوست ان انا كنت قاعد وفجأة جاتلي رسالة على الواتساب احمد ابني مصور صورة الكتاب بتاعه هو خمسة ابتدائي وكاتب لي صورة الكتاب وهو فيه صورتي الكتاب جواه صورتي كتاب لغة انجليزية ايوه وكاتب لي تحتها رسالة هندرسك يا بابا هندرسك يا بابا تخيالي كمية الفخر انا وانا صغيرة كنت بشوف في الكتب الناس الاساطير صحيح السياسيين يعني انا انت عارف انا سعيدة بكلامك ليه لانه السعادة باينة على صوتك جدا جدا وانه السعادة تنتقل كمان لابنك تنتقل لأسرة تنتقل للمجتمع شوف الاهتمام قد ايه الحقيقي قد ايه ممكن يعمل فرق قد ايه انا بشكرك جدا يا شريف اتمنى لك دايما التوفيق الرباع شريف عثمان